السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الإخوان والأخوات الكرام مرحبا بكم في حلقة جديدة من الأخبار إيطاليا الحلقة ذي السبعة في شهر خمسة ستركوا في هذه الحلقة العدة أخبار ومن بينها أهم الأحداث اللي وقعت ليما في إيطاليا هي العثور على الجدة ذي الوحد المواطن المغربي اللي كتعتبر تالت شاب في الضرف ذي الشهر اللي كتقتله المافيا الإيطالية وللول قتله بالقرطاس والتاني تقتل بالقرطاس ثالث قتله عرب الضرب يا إخوان وبالتعذيب وطبع يتحل غنتكلموا على التفاصيل دياله لأنه القواه بالطريق اللي كتأدي إلى المطار ديال مالبينسا غنتكلموا على هات شو غمشون شوفوا عملية مرحبة والاتفاق اللي عنت عليه وزارة النقل المغربية واشنه هي الإجراءة اللي غدار في عملية مرحبة خصوصا الناس اللي بغا تشوف الباطو لأنه غدي تكون الإلزامية ديال الحجز المسبق غنوريكم الأتمناء فيما يخص عائلة متكونة من جوج ديال الناس كبار وثلاثة أطفال وطبع يتحل كيف مالعادة غنمشون تكلموا على الجديد ديال الحرب الروسية تخيلوا معي البارح الرئيس زيلانسكي قبل أنه يسامح في شبه جزيرة القرم يعني يعطيها الروسيا من أجل السلام في البلاد دياله ولكن اليوم كيدخل حلف الناتو تيقول احنا ما قابل نش بهذا الحل وغدينطرقوا كذلك الفوضى اللي نظام بين الدول الالتحاد الأوروبي لأنه ما قدروش يتوصلوا الوحد الاتفاق فيما يخص لحضر ديال البيترون ماشي جميع الدول متأفقة وماشي جميع الدول بغديرو وهنا يكين أول انقسام ديال الاتحاد الأوروبي والدول دياله فيما يخص العقوبات الروسية وغنتكلموا كذلك على الرجوع ديال الشابة المغربية اللي تكلمين عليها البارح اختافات يعني الحمد لله البارح في الليل رجعت للمنزل ديالها وغنشفوا التفاصيل في الفقرة الأولى وطيبية الحلقة مشو نطرعو كذلك المدينة تريفيليو وخاذ الخبر ممكتبش في العنوان مواطن مغربي اللي عنده واحد الشركة ديالبيع السيارات المستعملة شي واحد غايبشي البارح في الليل غايكو بليلي صانس على جميع السيارات اللي عنده اللي كيبيع فيهم وغايش على العافية وغتشوفوا التصور يا إخوان ذاك شي صراحة بنادم ما تيخافش الله نهائيا غنتكلموا كذلك في هذا الفقرة لأنه واحد الاخل بارح في التعليق قال لي كيفاش كتدر الباك وكيفاش نقدر نديره عن طريق الانترنت أرى يعني شيء اللي هو يسهل للغايرة دقيقة أو دقيقتين تقدروا تحصلوا على الباك وغنوريكم طريقة سريعة بطبيعة الحلقة في مال عيضة نبغي شكركم جزيلة شكرا على الدعم ديالكم للقناة والناس اللي ما بشاركاش الشاركوا بشقوا تصلوا بالجديد إن شاء الله فهذه الفقرة اللي غنفتتحوا بها الحلقة ديت اليوم غنطرقوا للخبر دي الاختفاء دي الواحد الفتاة مغربية دي البارح تكلمنا عن الاختفاء ديالها وهي عندي 14 سنة وكانت غنطي تكمل يومين والحمد لله البارح في الليل مع ذيك العشرة ديت الليل رجعت للمنزل دي الوالدين ديالها بخير وما عندها حتى شي حاجة وما واقع لها حتى شي حاجة وهذا هو أحسن خبر لهذه العائلة للحمد لله ركما عرفتوا يعني الأخبار لملفك الدور مؤخرا فيما كيختفي شي طفل وكيختفي يعني شي شاب يعني أخبار اللي هي من بعد كتجي سيئة الحمد لله لإختفاء ديال هاد البنية قدار أنه وتكون عنده واحد النهاية سعيدة ومن بعد ما أنه الوالدين ديالها تطمأنوا عليها الأب ديالها رفقة إلى الكربينياري يعني بشي ياخدوا المعطاية الأولى ويعرفوا البنت فين كانت وكيفاش الحالة ديالها وكذلك يعرفوا الأسباب وفيما يخص الأسباب رأي ذاك شي قلنا البارح تقريبا هو اللي تم تأكيد دياله هو أنه البنية كانت قراية وقراية وكيتشاهد بالزاف وكيفما يعودوا الأصدقاء ديالها كيتعاونوا بعضياتهم وكيبقوا يحفظوا بعض المرة تحتل الخمسة ديال الصباح ولكن ربما من أجل بعض الأساسي ذلك يستهدفوها أو بعض الأساسي ذلك يتنمروا عليها درية يعني ما عندهش نتائج في المدرسة وهذا البنت ترى كيفما تعرفوا الأصدقاء ديالها كانت تشخدات من أحسن نقاط في المدرسة الإعدادية وهذه هو أول سنة عندها في المدرسة التانوية ولذلك عدم الحصول ديالها على نتائج اللي هي يا كتبغيها خصوصا أنه لدي شي هذا كثير خلاها أنها تدخل في أحد الأزمة اللي هي يا خيبة ونهار اختفت نهار اللي خرجت من المنزل ديالها في عوض ما تكفت ترلم من الفتر كفيه خدات واحد الطوبيس آخر اللي كي تدين مدينة فرنس وطبع الحال مقادك تدور في المدينة ديال فرنس وحاليا نراها بي خير الحمد لله وهذا الشي هو اللي مهم حاجة اللي مهمة هو أنه نتمناه وأنه يكونوا إشي معاهس مع المدرسة وكذلك هاد الأساسي ذا المعنيين بالأمر يتحطوا أمام أمر الواقع ولكنت من عندهم يعني شي تعاملات اللي هي غير قانونية أو غير مسمح بها نتمناه أنهم يتعاقبوا عليها أو أنهم يصحوها ولعلى الأقل إلا كانت الأمر ما غاد يشتفك هاد الشاب بتغير المدرسة اللي هي فيها باش يعني ما تكونش عندها يعني واحد تدمر نفساني أكثر من هذا زيادة على أنه راي يعني كل واحد وكيفاش دار لي الله هاد البنية يمسكينها مرضات لأنه كيفما قلناك تشاهدوا كل شي وكلي كيجيب نقاط سيئة وما كينتابهش ولكن هي يحت نفسها حارة مرضات أنه تبقى تحفظ 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 وفي الأخر نتائج مكيناش والأساسي ذا يعني ما كعتواش النقاط لك تصاحق فهذا الفقرة غنطرقوا الواحد الخبر وواحد الفاجعة وواحد الجريمة اللي هي باشي علي الغاية استفاقت عليها اليومال منطقة ديال مدينة ميلانو وبالتحديد مدينة فانزاقيلو اللي هي واحد المدينة في الطريق ديال المطار ديال مالبينسا وهذا المواطن المغربي لقوهم ميت في واحد الباركين كبير اللي قريب من طريق الوطنية 366 اللي كتدين المطار ديال مالبينسا هاد المواطن اللي كيفما قلنا القاتل الشرطة الإيطالية مقتول اليوم تيقولوا عندهم ما بين 20 حتى 30 سنة خاصتم يدروا لي تشريح باش يعرفوش كونا هوية بالتحديد بقل ما عارفنوش ولكن الأخبار تتكلم على أنه بواحد نسبة كبيرة مغربي هاد شي لكتب الكوريرا ديال السيرة وهاد شي لكتب الإداعات لأنه الخبر ره تنقل كذلك في عدة نشرات إخبارية في القنوات الإيطالية ماشي عن القنوات الإخبارية ولكن حتى القنوات العادية لأنه الخبر اللي يمرها لحد مواقعش حاجة كثيرة بزاف وهذا هو أهم خبر اللي يوقع عليه ما في الطاليان يعني فاقه على جريمة ديال واحد المواطن اللي لقوه مرمي في واحد البركيتجو معاري ومعدب وصراحة حاليا بغدروا تشريح لأنه في الوجه دياله لقوه بحالة عنده لأطراس ديال اللي عافية في الوجه يعني قال لك بواحد نسبة كبيرة غيكونوا طفو عليه القاررو هذي أول حاجة ثاني حاجة ضربه الطموبيل وبغوا يعرفوش الطموبيل ضرباته قبل ما يموت واللي احتامات وثالث حاجة هو أنه هو الناس اللي عذبات هات السيد قبل ما يتوفى عذباته باش تعطيه واحد الدرس وكذلك بالنية ديال القتل ولذلك بغوا يعرفوش كونه هم هذي الناس اللي قتلوه وعلاش قتلوه وخي يعني السيد اللي يلقاهوش كونه اللي يلقاهوه هلقاهو واحد كاميونيستا سائق شاحنة دايز من هذيك المنطقة حتى كي يباليه لجوتة في الأرض غادي ينزل غيشوف وغيتفاجئ لأنه السيد رهمية غاية الشرطة الإيطالية وغاية الكارابينياري وغاية يجوج ديال الرجال ديال التحقيق ديال نيابة العامة والشرطة العلمية المهم كل شيء كان حاضر الصباح في هذه المنطقة واللي كيسبيين وعلى حسب ما كيقولون المحققين هو أنه هاد الجريمة واللي عقله مزيان يا إخوان نهارجوش في شهر ربعة كان تقتل مغربي في الغابة ديال روغوريتون اللي كان بالقرب من ميلانو وهذه عشر أيام ومعسة ديال الصباح جثمان والجثة ديال واحد المواطن مغربي ثالث ليعني في ضرف شهر وخمس يام هذا هو ثالث مغربي مواطن اللي كي تقتل بهالطريقة البشعة وهذه كلها حرب ديال عصابات حرب ديال المافيا وتسوية حسابات من أجل التحكم في بعض المناطق ديال سباتشو وبعض المناطق ديال البيع ديال الدروغا باش كل واحد يسيطر على واحد المكان ويرسم للعصابة دياله حدود وما خستشو واحد يقرب منها كي يندبه واحد العملي ديال التصفيذ ديال الحسابات والعالم اللاشحال ديال المغاربة ما زال غادي يموته وللأسف هاتش راه محزن للغاية كتشوف يعني ثلاثة المغاربة كي يموتوا في شهر راه لا حول ولا قوة إلا بالله وبواحد نسبة كبيرة كيف ما كيقولوا المحققين هاد العملي ديال القتل عنده علاقة بالعملي ديال القتل اللي كانت في مدينة روغوريتو يعني في الغابة اللي كان في الجنب ميلانو زيادة سلع لهذا والشيء اللي هو يموتير للغاية هو أنه تكلمين على الشاب اللي كان في بياتشينتا واللي تقتل هذي شي عشر ايام ونشي أسبوع وطبية حال نهار الجمعة خرجت تشريح دياله أنا ما اطرقش الخبر ديال التشريح لأنه كان خبر قاصير ولكن السيد ما عرفو الشاب إنه نوع ديال القرطاس تقتل الحاجة الوحيدة اللي قدرت بتها التشريح هو أنه الآدات اللي قتله بها واحد الآدات قوية ربما يكون واحد الفردي اللي هو يمجهد بزاف أو أنها تقدر تكون مكحلة واللي تبين هو أنه القرطاس تدخلت لي من جهة يعني جهة ديال الضلوع وخرجت من جهة أخرى وما لقاوهاش في المناطق اللي توفى بها يعني عمليات وتصفية ديال القتل اللي كتكون ما بين المواطنين المغاربة وصراحة نتمنوا أنه الشباب المغاربة يفقوا شوية وبعدوا من هذا الدومين بزاف راه صراحة إلي كتبتي كلمة مغربي غادي تلقوا على الأقل واحد ستين خبر ولا ثمانين خبر يتعلق بمغاربة اللي تشدوا في التبزنيز ديال الكوكاين ديال الحشيش ولمخدرات أخرى راه الرقم ديال الناس اللي كتلقى يوميا منك لكل محط على الأخبار اللي كتشدوا على الحشيش وعلى المخدرات راه بالعشرات راه كل يوم بالعشرات وهل كي بزنزو بوليداته هل كي بزنزو حاط دروغة في كروسي ديال والده هل كي بزنزو حاط السلعة في الدار ديال ولاده وعدة أخبار وأنا ما كنبغيش تطرق لها لأنه ما في هاتشي استفادة في هاتشي شوها ولكن راه دابك نشوفو يعني النتيجة ديال هاتشي كامل هاد الطريق اللي سالكنا بعد الشباب المغاربة اللي يهديهم راه نتائج دياله وخيمة نحن شفنا الأرقام ديال السجول الأغلب ديال السجول الإيطالية 30% ديالهم مهاجرين والأغلب ديال المهاجرين كي تلقاهم مغاربة وجزائريين وتونسيين وكلهم تقريبا مش دودا على حسب الدروغة الله هيدر شتاول ديال الخير وما كانش عاجب من الحال مني كانت يتعلق الأمر بالسجن فما بالك بعمليات تصفية بهالطريقة الله هيدر شتاول ديال الخير والله يرحم هاد المواطن المغربي وبطبيعة الحال الحاجة اللي هي مهمة هو أنه صعيب يعرفوش كل دار هاد الجريمة لأنه أصلا هاد الناس هم مافيات ما كيتحركوش حاجة اللي مكتوبة في الاسم ديالهم وحتى السيارة اللي غيكونوا ضربوه بيها واللي بشو بيها لها ديال المنطقة وخدشتها الكاميرات رغا ديالي تكون علم السروقات هي زيادة على أنه في إيطاليا وهذي أرقامة رسمية عرف 2019 مثلا لعدد ديال الجرائم ديال القتل اللي مالقوش ملاهة والجريمة بقى مفتوحة الحدود الساعة أراه ديال 42% يعني تقريبا حوالي النصف ما كيعرفوش كل كي يقتل وكتبقى جرائم ديال المافيات وديال العصابات اللي صعيب أنك توصل للمجريم الحقيقي أو الرئيسي فهذا الفقر يا إخوان غني مشو نشوفوا المقال اللي تنشر على وكارة الأنباء ديال المغرب العربي واللي كتنشر أهم الأشياء اللي تتافقت عليها إسبانيا والمغرب فيما يخص العملية ديال العبور عملية مرحبا 2022 وطبيعة الحال من بين أهم الأشياء التافقوا على شحال من باطة وغاديكون وشحال ديالة الناس هادي يدخل يوميا وأسبوعيا وعدة مسائل اللي غادي مشو نشوفوها والأهم من هات الشيء كامل هو أنه تم الاعتماد الحجز المسبق للتداكر يعني الناس قبل ما تبشي خاصة قطع قبل زيادة على هذا هو أنه حاليا الاتفاق قالوا بلا أنه فيما يخص وهذا الشارك تقوله وزارة النقل واللوجيستيك المغربية غادي تكون 32 سفينة اللي غادي تربط للمغرب بكل من إسبانيا فرنسا وإيطاليا الأغلبية لهاد الخطوط رغض يتكون على المستوى ديال الخط اللي كيربط ما بين إسبانيا والمغرب وخصوصا طريفة وكذلك الجزيرة الخطرة بمدينة طنجة ولذلك هاد الخطين يمثلان 95% من الراواج ديال المسافرين خلال عملية مرحبة يعني الأغلبية ديالة الناس اللي كتبشي من طريفة ولا من الخزيرات زيادة على هذا الاتفاق اللي كان رغي يخول أنه أسبوعيا الناس اللي ممكن لها أنها تبشي المغرب عن طريق الباطو غيكون 478 ألف يعني حوالي نصف مليون وكذلك السيارة غادي تقدر تكون 123 ألف في حين أنه الرحلات اللي غادي ممكن أنها تنظم أسبوعيا 571 من جميع البلدان اللي هي إسبانيا فرنسا وإيطاليا في حين أنه فيما يخص هاد الخطي اللي قلنا ديال الجزيرة الخضراء وكذلك طريفة اللي كيربطوا مدينة طنجة غادي عرفوا تسخير 23 سفينة من نهار 14 غادي تكون على الخط الرئيسي اللي كيربط طنجة المتوسط بالجزيرة الخضراء وكذلك فهذا الخط دائما غيكون وجوج البطوات اللي غايتخصو لنقل بضائع يعني الشاحنات هاد الرحلات اللي غادي تدارو عن مستوى ديال طنجة غايمكنو من توفير 47 رحلة يومية أي ما يناهز 40 ألف مسافر في اليوم 11 ألف سيارة في اليوم وهاتش اللي كيكون واحد زيادة بنسبة 4% مقارنتين بـ 2019 يعني حسن احتمل الفترة اللي كانت قبل من اللواباء وحاجة اللي هي أهم في هاتشي كامل هو أنه كيف ما كتشوفوا معايا هنا سيتم الاعتماد الحجد المسبق للتذاكر في كافة الخطوط البحرية المعنية بالعبور يعني جميع الخطوط اللي هي الطنجة المتوسط الجزيرة الخضراء وطنجة المدينة بطريفة هذو كلهم خاصتك تكون ديجة قطعتي قبل قبل ما تبشيت ممايا على حسب هذا البلاغ علاش باشي عارف المسافرين اللي غادي بشيوا لهذه الميناءات وكذلك من أجل اتخاذ الإجراءات الضرورية لضمان إنسيابية وسلاسة التنقل بين الضفتين لذلك باشي ياخذوا حسابهم هممايا خاصوا ما يعرفوا حالية الناس اللي قطعوا وباشي قطعوا رها تقريبا كانين عدة مواقع غير لنرجعوا ان شاء الله أنا عين عملية سريعة بغايت نشوف الناس اللي بغايت بغايت من طريفة أو من الخزيرات الطانجاماد نهار 25 شهر 6 يعني في جو الشركات مختلفة لأتمينة رها تقريبا بحال بحال سيارة وعائلة متوسطة اللي تكون من خمسة الأشخاص أب وأم وثلاث أطفال يعني إذا ترى الشركة عين الآلب 313 وشركة أخرى الآلب 338 يعني ما كانت شغير كبير والرحلات متوفرة على ما طال اليوم يبدو من الجوجو نص الليل الساو نص دي الصباح العشرة ونص للجوجو نص الساو نص وكذلك العشرة ونص وكان يعني شركات أخرى من غير هذا وإن شاء الله سنجيب لكم موقع اللي ستجد في جميع الشركات وهذه السعر الخيصة تقطعون منها وهذا ستترقل إن شاء الله في الحلقات القادمة فهذه السور اللي كنتشوف هي السور دي الواحد جريما لنتاكبة في مدينة تريفيليو وعلى ذكر هذي المدينة رهت قريبا هذي الشهر الأخير طرقنا لها عدة مرات للأسف لأنه يوقعوا فيها عدة مشاكل لكنه أنه البارح في الليل ما بين التسعود وما بين العشرة دي الليل شي واحد جال واحد الشركة ولا واحد لاجونس اللي كيتبعوا فيها السيارات المستعملة اللي هي في ملك مواطن مغربي ولا على السيارات اللي عندهم اللي تقريبا هم مية عشرين اثنين وعشرين لا عليهم اللي سانس وشاعر العافية وطبع تحلقين السيارات أخرى اللي الحمد لله مش ديتشفين العافية ولكن اللي سانس مقام الكبوب عليهم دخلوا رجال المطافي البارح تفاول العافية لاش قدو تحرقوا سبعة السيارات وفارقونيق والباقي الحمد لله قدروا انهم يعطقوهم وطبع كيف متى يقول واحد من بين الناس اللي هو الاخذ صاحب هاد الاجونس مو الاجونس سميتو عزيز والاخذ سميتو عادين قلب لانه احنا معمرنا ما تعرضنا التهديد ولا توصلنا بشي رسائل عدنا كاميرات الخارج وكاميرات الداخل حالي نرى الشرطة الايطالية سيتحاول تشوف المحتوى لهذا الكاميرات ويتمناوا انهم يوصلوا المسؤول على هاد الجريمة لانه جريمة لا تتعرف حتى السبب ذيالها يعني كين عدة علامات استفهام ويقدر يكون اي شخص ويعني لا تتعرف السبب الحقيقي وش يعني بش حيضهم السوق وش يعني حساد وش يعني اشياء اخرى الله اعلم فهذا الفقرة غن انترقوا الاخبار ديال الحرب الروسية على اوكراينا والجديد فيها واهم الاحداث اللي وقعت خصوصا البارح بوحد اللقاء صحفي اللي دار الرئيس ديالانسك الرئيس ديال اوكراينا وعبر فيه بلا انه اوكراينا قابلين انه شبه جزيرة القرن لكريميا تكون ديال روسيا عير تحبس الحرب والروسيين يخرجوا وبطبيعة الحال هاتش اللي اول حاجة روسيا ما اعطته احد اهمية كثيرة بزاف ولكن دول الغربية كاملة كتقول بلا انه يعني من بينها ايطاليا والصحف الايطالية بلا انه هاد الخروج الاعلامي ديال من المترقب وانه اليوم خرج رئيس دي الحلف الناتو وقال بلا انه حلف الناتو ما عمر ما غايقبل بلا انه روسيين يسيطروا على شي بجزيرة القرم او انهم يسيطروا على المناطق الشرقية دي الاوكرانينا بالوغة اخرى هو انه الاوكرانيين قابلين يعطيه شي بجزيرة القرم الى روسيا وحلف الناتو ما قابل وطبي الحال هات شي يعني انه زيلانسكي هاد هاد راللي قال غادي سرطها وما يبقى شي يقول ها نهائيا لانه حاليا اراه كيف ما قلنا كدير واحد الحرب بوكالة واخر الوكرانيين يرضو بش اشياء حلف الناتو ما يخلي يرضو بهم ما يخلي يطبق لانه راوح الحرب اللي كدير فيها امريكا وحلف الناتو ضد روسيا وبطبي الحال باياد اوكرانية يعني غادي تقول يلا الحرب راه بدتها روسيا فعلا الحرب بدتها روسيا وهي اللي هجمت على اوكراين وطبي الحال راك اسباب اخرى اللي خلت انه الامر تصل له القضية زيادة على انه وليومه كذلك امريكا كتعطي الحماية الفنلانديا والسويد كتقول يمشوفوا الى قررتوا انكم تدخلوا في حلف الناتو هات شراء امريكا اللي كتقول حت حلف الناتو في واحد القانون الرقم خمسة الى كنت داخل في حلف الناتو اللي حاليا دخل فيه تقريبا 30 بلد الى هجم عنك شي واحد كان القانون الرقم خمسة اللي تقول بلانه جميع الدول كتبش الدفاع لك ولذلك قلت لهم اذا تدخلوا في حلف الناتو وخم تكونوا داخلا احنا غادي نقدمون لكم هاد الارتيكول وخمسة هاد القانون الرقم خمسة وغادي نحميكم من اي بلد يبغي يهجب عليكم بخلاصة العبارة من تسجلوا هذيك الفترة اللي كتمر ما بين تقديم الطلب حتى تتقبلوا يعني غادي اشهر قليلة اربعة شهر وخمسة شهر والعام فهذه المدة غادي نكون امريكيين اللي غادي نحرصوكم ولا بغا تهجب عليكم روسيا اللي غادي نجوبو بطبيط حال هاد الشي كامل باش يخليوا انه الفنلنديين والسويدين يدخلوا في حلف الناطو وبطبيط حال هاد جوج ديال الدولات بغن يفكروا في الامر اكثر زيادة على هذا اشنو اللي وقع في اخر 24 ساعة هو انه فيما يخص الناس المدنيين اللي داخل في المصنع ديال الحديد ديال ماريو بول واللي اسم ازوف ستال جميع المدنيين خرجوا واللي كانوا بالالف الاول بقوا يخرجوا بشوية بشوية اليوم وهذه اخبار ديال ساعات قريبا جميع النساء والرجال والناس اللي كبر في السن خرجوا من المصنع ديال الحديد ولذلك القدر قلوب لانه بقوا عير جيوش مبيناتهم الجيش الروسي ضد كتيبة ازوف النازية وضد البحرية الاوكرانية اللي مازال مخزون انتم التحت فهذاك المصنع المصنع اللي متشكل في مقنى من 6 طوابق زيادة على هذا كذلك اليوم الامم المتحدة وخصوصا البرنامج الاغذية العالمي كيطلب من يعني الروسيين والاوكرانيين انهم يخليهم القمح يخرج من اوكراينا يعني فتحوا الميناء ديال اوديسا وخليوا البطوات يخرجوا لانه جميع المخازين ديال القمح اللي كان في اوكراينا عمرو جميع البطوات اللي هما يمشارج ان يخرجوا من الميناءات والميناءات فيها بزاف ديال الصراع وإلى مخرج غدي يكون المشكي الكبير غدائع لمستوى العالم خصوصا الدول الافريقية اللي كتعتمد بزاف على القمح درش تخرج غال مشو نشوف خبر اخير اللي كيتكلم كذلك على غاز بروم الشركة اللي كتزود الاتحاد الاوروبي بالغاز واللي كتقول لهم إلا بغيتوا تخلصوا الغاز بالروبلو غدي تحترموا دائما العقوبات اللي دير انها على روسيا وما غدي شجو ضد العقوبات لأن العقوبات تفرض على جميع الدول انه ما يتعاملو مع البنك المركزية الروسية ولذلك مراه ماشي البنك المركزية الروسية هي اللي كتصرف من اورو الروبلو ولكن را كان مؤسس اخرى اللي غدي تتعاملوا معها وغدي تحترموا جميع العقوبات اللي درتوا على روسيا ولذلك بخلاصة اخرى تيقول لهم خلصوا بالروبلو خصوصا انه كان بعد دول رافضة من بينها ايطاليا والماليا ولكن غدي نشوف رفض لهم سامر حيث الى ما بغوش يخلص ستدع لهم الروبينيات واخر حاجة ستطرق لها هو فيما يخص الملف السادس للعقوبات لالتحاد الاوروبي بغي دير وإلى لاحظت العقوبات اللي كانوا للمرة الأولى ستدر الحضر على البيترول الروسي ولذلك دول الاتحاد الاوروبي لقوا بعض الحلول هو انه غير اعطي واحد المدة اوسع لثلاث بلغاريا سلوفاكيا وربوبليكا تشيكا قالوا لي منتما بامكانكم انك تستعملوا البيترول الى غاية نهاية الفين وعشرين يعني عندهم كثار من عامين لكي يحبس البيترول الروسي ولكن هذا ما قبل تشبيه بلغاريا وقال لي قالت بلا انه إلي احنا ما دخلت مع هات ثلاث البلدان سنستعملوا حق الفيتو وما سنجعلوا هذا القرار يخرج هذا القرار على المستوى الالتحاد الاوروبي سنجعلوا الكثير الاجتماعات وكل مرة يجعلوا لانه لا يكون اتفاق خصوصا انه لا يستعد اننا نحبس البيترول الروسي في الاشهر القادمة حتى نعطينا حتى الاخر نهاية السنة الالفين ومع وعشرين فهذه الفقرة سنجعلوا البيترول وكيف تصيب البيترول هي بوستة بحل الراكماندات الدولة التي تريد التواصل معك الى عندك البيترسل ولكن لوقيت التي تفتح البيترول دائما لا تريد وعلى الأقل تشوفها مرة في الأسبوع ولا مرة في النهار يعني في الصباح من اتفاق تشوف اشنو عندك رسائل لا تكون مراسلة مهمة من الدولة او من واحد الادارة عمومية المهم اللي كين هو الطريقة باش تاخذ البيترول سهلة كين البيترول شركة الروبا اللي هي الاكتر شهر في ايطاليا وإنك ستصل لموقع PAKE.EAT سهل ستقوم وإنك ستصل ستصل هنا وسأخذ SCOPRI هنا PAKE ستصل SCOPRI هنا هنا وسأخذ Acquista وكيف لا ترى معي 5 أورو زائد الايفا هذا العام يعني اول عام ستصل 5 أورو زائد الايفا والعام ستصل 10 أورو زائد الايفا ستصل على Acquista و ستصل المرحلة الموالية هنا ستصل إلى PROSAGUI و هنا عندما لديك SCOPRI ستصل على رجيسرتي من بعد ستتعمل هنا و و الشخص عادي لا لديك شركة الأول أو ليبرو استحراف أو زياندة أو ديتا اندفيدوالي أو إدارة عامة المهم ستخسر واحد من هذا وبالطبع ستصل الاسمية والكنية والاندريتسو والعنوان هنا ستصل المكان الإزدياد ستضع الكوديش فسكالي ستضع أستير و ستحدد البلد المغرب ستزيد القدام ستخلص و ربما لا أقل على المراحل ولكن ربما ستطلب منك الواتيقة لتأكد لك و ستنزل دقائق إذا لم قلنا ساعات ستكون لديك PEC ستنزل التطبيق الاسم Arroba PEC و ستدخل به ستنزل الواتيق الواتيق ستدخل وهذا هو الشكل PEC سهلا للغاية عير هو أي رسالة توصلك و خمات افتح ستعتبر بحالة توصل بها وبحالة نزلت البوستينو و سينيتي له وبطبيق حال هات الشيء لدي هذا PEC يسرع العمليات المراسلة بالإدارة والمواطنين و كذلك الشركات